أنا ترشحت من أربع سنين على عضوية المجلس فوق خمستاشر النهاردة بقعيد الترشح مرة أخرى لما ترشحت من أربع سنين كنت رافع شعار المهنة أولا الحقيقة لازم نعترف أنه تراجع دور المهنة بشكل كبير فيه مناخ عام مش مرحب بالعمل الصحفي وبيعوقه النهاردة النقابة كمان دورها كان قاصر في مواجهة هذا النهاردة أنا بدخل تحت شعار النقابة أولا النقابة مع الأسف أصبحت سلم للحصول على المناصب منصة للقفز وتكديس مزيد من المناصب والأماكن دون إنجاز حقيقي للمهنة الحقيقة أنه ده محتاج جهد كبير محتاج وعي من الجميع العمومية الحالة اللي احنا وصلنا ليه المسألة ليست خدمات وحريات المسألة إن كيان النقابة غيب عن كل المشهد سواء فيما يتعلق بهذا أو ذاك الحقيقة دي الرسالة القصيرة اللي لازم أقولها وأنا طبعا بترشح وانعارف إن في ناس كتير شبهي في ناس كتير أنا مش أوزح حاجة مهمة زي اللي كانت بتتوزع في الانتخابات أنا ضد الإنفاق العالي في عمل تطوعي ضد الإغداق الأموال وإغداق الهدايا أنا بترشح عشان المهنيين أولا علشان الناس اللي هم فيه بينه بينهم قواس مشتركة وبدور عليهم في الجامعية العمومية هم دول اللي يهموني لأنه هم دول الحقيقة اللي هيكونوا مستقبل للمهنة وهما اللي استدعاقهم في هذه اللحظة هيساعد في إن النقابة يرجع دورها تمهيدا لأنه المهنة نفسها يرجع دورها حضرتك قدت معارك كتير خلال صناعات وريطة المدلس المقابة على رغم من تنفيذ هيب مرحوظ للنقابة العمومية يا حضرت شاية نحن ما نقدر نحوظ معارك تانية برضو الحقيقة أنه التحديات في هذه المرة موجعة الوضع في كل المناحي العمل النقابي تم اختطافه بشكل واضح في هيمنة لمجموعة معينة أي نقيب هينتخب في هذه الظروف إذا ما كانش يبقى برنامجه الأساسي أنه النقابة تشتغل بكل أعضاءها يشتغلوا بدون تكديس المناصب لدى مجموعة وإقصاء مجموعة أخرى لأنه الحقيقة اللي بيكسب في هذه اللحظة عضو المجلس اللي بيكدس مناصب لكن اللي بتخسر الجميع العمومية كلها طيب لو يعني لقينا مجلس النقابة القادم بطل في مناح عم سيء وحاولوا أن يتم إقصاء مثلا عدد من قضاء المجلس وحالحضرتك نجحت إيه خطتك مثلا؟ لا يعني يعني عضو المجلس اللي هينجح ويفكر أنه هو يقصي مجموعة أعتقد أنه دي هتبقى رسالة سلبية للجامعة العمومية أنه ما فيش تغيير هيحصل يعني لابد من الاعتراف أن الأربع سنين اللي فاتوا يستوجبوا على الجامعة العمومية قبل عضاء المجلس سواء اللي هينجحوا أو مش هينجحوا أو اللي مش هيوفقوا يعني أنه الجامعة العمومية تعيد التفكير في طريقة اللي بيختاروا بيها المرشحين وأنا منهم بعيدا عن توزيع الابتسامات بعيدا عن العلاقات الشخصية أو حتى الانتشار سواء المدفوع أو غير المدفوع على السوشيال ميديا ما أتمنى فرز حقيقي يحترم قضايا المهنة يحترم أنه إحنا بقينا في سلم الأولويات متراجعين جدا حتى عند بعض الزملاء أعضاء المجلس يعني باختصار شديد إذا ذهبت للتفاوض مع الدولة هتفاوض لأجل الحصول على مصلحة شخصية ولا لأجل أن أنا أجيب مصلحة لزملائي مع الأسف أنه بقدر كبير المشهد الآن أنه كثير من من يطرحوا أنفسهم في هذا السياط بيبقى همهم الأساسي البحث عن أدوار جديدة ومناصب جديدة حتى دون إنجاز في الأدوار والمناصب القديمة ترجمة نانسي قنقر شكرا